اللهم صلي على محمد عدد ما كان وصلي على محمد عدد ما يكون وصلي على محمد عدد الحرقات والسكون صباح الخير على عينكم كلكم أحلى صباح على عينكم وكل عام وأنتم بخير يا رب وربنا يعود علينا الأيام بخير وبصحة كلنا يا رب منورني ومشرفني على قناة المتوضع يا رب أكون عند حسن ظنكم نحن النهاردة بإذن الله هنعمل جاتو شاتو في الخلاط بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة لو أنت محترى عايزة تعمل حاجة حلوة مش هياخد منك دقاي والله هنسام الله ونبدأ معنا في الخلاط بتاعنا كباية من اللبن كباية من السكر ثلاث معالق من الكاكاو تمام هنضربه شوية في الخلاط ونحط عليه سرسوب كده كباية من الزيت لحد ما يبقى معنا بالقوام الجميل شايفين بسم الله ما شاء الله لونه تحفة وجميل مش لونه أصمر كده اللي كاكاو زيت نفسه كاكاو أسباني نوع نضيف تمام دلوقتي معايا كباية ونص من الدقيق عليهم معلقة بودر آآ وخلطته كويس مع بعض كده وبدأت أحط الخليط بتاعي اللي حطيت عليه بيتين بيتين بدرجة حلالة الغرفة لو مش حابة تحط فانيليا ما فيش أي مشكلة خالص مش هيبان أي حاجة لإن الكاكاو بيغير أو بيضيع طعم الزفارة تمام ومعانا كمان معلقة خل آآ ده كله بيضيع طعم الزفارة معانا تمام بدأت أخلط المكونات بتحت السيلة مع الجفة بالطريقة دي كده ولو احتجتي معلقتين أو ثلاثة لبن حطي زي ما نحطت دلوقتي كده لحد ما القوام بتاعه يبقى مناسب كده مش تقيل أوي ولا خفيف أوي زي محاضراتكم مش شايفين وكده لو وصلتوا معي للنقطة دية بتنسوا نشبه اللايك ولا تبخلوا علي يا ربك أنا عند حسن ظنكم يلا نكمل الفيديو بتاعنا الفيديو بتاعنا فيه معلومات مهمة جدا أتمنى تشاهدوا لحد الآخر عشان ده كله بيرفع من الفيديوهات اليوتيوب واللايك كمان بتفرق معها كويس جدا معانا للصانية بتاعتنا فرشناها ورقة زبدة ودهنها كده من الأحرف عشان لو الكيكة ارتفعت معنا وبدأت أحط الصانية بتاعتنا وعلى 180 خدت معايا مفيش خالص تلت ساعة لأن السمك بتاع الكيكة مش كبير تمام ساعة ما تطلع من الكيكة بتاعتنا من الفرن طبعا هحط عليها نص أو أربع معالق من اللبن وخدت منه معلقة من الشوكولاتة اللي احنا حطنا دي دوبتها كده عشان تبقى بتعم الشوكولاتة نيجي بقى للكريمة بتاعتنا خدت معلقة برضو من السوس بتاعنا الجميلة بسم الله ما شاء الله ولا قواته الا بالله شايفين عاملة زي سبحان الله جميلة جدا 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 طعم جميل جدا ومش مكلفة جدا خالص خدت معلقة كبيرة لحد ما القوان بتاعي بدأ يبقى لون الشوكولاتة كده شايفين ما شاء الله طبعا الكريمة بتاعتنا نص كوباية كريمة على نص كوباية مية متلجة تمام والمعلقتين او تلاتة حسب الرغبة سكر فبدأت دلوقتي اني احط الكريمة على الوش وسويها كويس جدا شايفين ما شاء الله ولا قواته الا بالله الكريمة بتاعتنا القوان بتاعها حلو جدا. اي حاجة عندك بقى هساوي السطح كده شايفين ما شاء الله والاقواته الا بالله. دلوقتي معي السوز بتاع الشوكولاتة. طبعا تقل معي جدا عامل زي النوتلا كده شايفين ما شاء الله ولا قواته الا بالله. دلوقتي انا هجيب معلقة مية او لو متوفر عندك لبن هتحط معلقة بمعلقة كده زي ما اللي بعملت كده. شايفين? اه ده لبن كان باقي من اللي كنت ساقيا به الكيكاين. طبعا هرميه? لا طبعا. تمام? هبدأ اخفها بقى شوية بشوية كده لحد ما القوان بتاعها يبقى زي ما حضرتكم شايفين? شايفين اللون بتاعها جميل جدا ولا اخدنا شوكولاتة ولا كلفتنا حاجة جميلة جدا طعمها حالو وحاجة سهلة وبسيطة. مش بتاخد منه نوقات خالص ولا اي مجهود في الخلط كل في الخلاط. شايفين ما شاء الله? وحاجة حلو جدا ومش مكلفة. يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم. ويا رب يكون عند حسن زنكم. ومنورين المشتركين اللي على القناة ومشتركين اللي معي. يا رب يكون عند حسن زنكم يا رب. اه دلوقت انا عملت خطوط بالطول وبالعرض. وبالخلة كده عملت الخطوط بالطول. ورجعت لففت الصينية. في المنتصف كده زي محاضراتكم شايفين. منتصف كل خط. عملت خط تاني. فطلع بالشكل الجميل ده ما شاء الله ولا قواتها الا بالله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. واتمنى اكون عند حسن زنكم. واشوفكم على خير في فيديو قادم بازن الله.